السباح الخير وأهلاً بكم معنا وحلقة جديدة من برنامج شباب على الهوا بنرحب بكم معنا النهاردة والنهاردة وزي كل يوم إحنا بنقدم كل ما يهم الشباب دايماً شبابنا الحقيقة متميز في جميع المجالات وإحنا دايماً بنحرس من خلال برنامجنا إن إحنا نعرض مواهبهم المختلفة النهاردة من خلال حلقتنا هنتكلم عن العمل التطوعي والشباب طبعاً بيعمل أعمال تطوعية كتير جداً عنده طاقة كبيرة جداً وبينزلوا على الأرض الواقع وينفزها العمل التطوعي من الأشياء الجميلة طبعاً الواحد بينفع نفسه لما بيعمل العمل التطوعي ده مش بينفع غير الحقيقة والشباب أكتر ناس عندها الطاقة دي وبتنزل على الأرض الواقع بتعمل أو بتقدم أفكارهم المختلفة النهاردة أنا زي ما قلت معي شباب زي الورد وزي الفل ومصر دايماً مليانة شباب زي الورد وزي الفل هيكونوا معنا في حلقتنا النهاردة لكن قبل ما نبتدي حلقتنا النهاردة نطلع فاصل الأول ونرجع تاني جاءنا مرة تانية وزي ما قلت دايماً بيكون معنا شباب زي الورد وزي الفل ومصر مليانة شباب زي الورد وزي الفل إحنا النهاردة من خلال حلقتنا هنتكلم عن الأعمال التطوعية والشباب طبعاً عندهم طاقة كبيرة جداً وبينزلوا على الأرض الواقع ينفزوا الأفكار الأعمال التطوعية اللي هم نازلين علشان ينفزوها فالحقيقة إحنا معنا النهاردة أو حلقتنا النهاردة عن الأعمال التطوعية أنا معي النهاردة الكاتبة الصحفية الأستاذة داليا أشرف عبد العزيز هي كاتبة صحفية وعضو متطوع في أحد المسائلات المدنية وطبعاً التلفزيون المصري بيتدرب طلبة فأنا معي النهاردة ياسمين أشرف هي بتتدرب على الحوار ومشاركة معي في الحوار النهاردة أنا برحب بك يا سمين نحن نهاردة نتكلم عن العمل التطوعي أولاً يعني العمل التطوعي اللي هو خلينا نعرفه اللي هو أي تفضل يعرفي أي العمل التطوعي اللي هو أعلم بحضرتك الأول موسوطة بوجوده مع حضرتك النهاردة العمل التطوعي سواء للشباب أو غير الشباب إن إحنا بنبذل من وقتنا ومن مجهودنا ممكن مادياً ممكن معنوياً إن إحنا نعمل أعمال يعني بدون أجر نقدر نقدم دعم ممكن نقدم دعم مددي دعم معنوي نقدر نساعد حد محتاج سواء بنعمل مشروعات خيرية أو نساهم بمجهودنا مثلاً مع حد عايز يعمل مؤسسة أو عايز يقدم مشروع مثلاً علاجي أو إن إحنا حتى بالتوعية كشباب إن إحنا نقدر ننزل في مثلاً مراكز الشباب في دور الأيتام، في المدارس، في النوادي نقدر حتى من خلال السوشيال ميديا إن إحنا نقدم عمل تطوعي إن إحنا ندي مثلاً معلومات قيمة نقدم محتوى هادف كل ده؟ كل ده بنقدر نقدر نقدر نوع من العمل التطوعي حتى على السوشيال ميديا لأن الشباب كلها دلوقتي بتستخدمها فتقدر تستغيل السوشيال ميديا للعمل التطوعي بالضبط جداً إيه الأنشطة اللي شاركت فيها أو أعمالك؟ أنا شاركت أنا موجودة عضو في مؤسسة مجتمع مدني أو جماعية مجتمع مدني بقلي حوالي خمس سنين بنزل طبعاً بمجهودي بنزل إن إحنا بنروح أماكن زي مستشفيات بنروح دور أيتام، بنروح مراكز شباب بنقدم سواء بمجهودنا أو مادياً إن إحنا بنحاول نوصل لكل الطبقات نوصل للطبقات المحتاجة بنوضي احتياجات للناس اللي عايزينها لحد البيوت نقدر إن إحنا بنجمع بعض كشباب بنعمل علاقات كويسة إن إحنا يبقى عندنا أصدقاء جدد بنستفيد من بعض كتخصصات بنقدم كمان إن إحنا بنكسب حاجة حلوة قوي وهي دعوات الناس المحتاجة ننسي لما بتروح يتقدمي لحد محتاج سواء أكل شرب لبس نبقى ده دعوات بتقدي ننسي كمان بتحسي بإحساس العطاء والمحبة السعادة اللي بترسميها على وش الناس المحتاجة دي بتبقى حاجة في حتة تانية خالص غير إن إحنا بنقدر نعمل علاقات بقى مع ناس كتير أكبر مننا أصغر مننا بتوسع مداركنا بنقرا كتير برضو بنحاول إن إحنا نوصل إحنا ممكن نكون قاعدين في البيت ومش عارفين إن فيه ناس مثلا محتاجة لحاجة معينة محتاجة لدواء محتاجة للبس محتاجة حتى لثقافة أو توعية فإحنا بندور على الأماكن زي وبنوصل لها لحد عندها ممكن نعمل ندوة ممكن نعمل مثلا يلا يا شباب نروح النهاردة المستشفى كزا نشوفها محتاجة إيه يلا يا شباب النهاردة دور الأيتام زي محتاجة كزا يلا نشوف المؤسسة مثلا بتاعتنا بتقدم مشروع كبير مثلا زي القضاء على مرات شل الأطفال فإحنا بننزل برضو بنروح معيهم وبنشوف نقدر نقدم لهم إيه في مثلا المستشفى زي مرضى الجزيم المستشفى زي في مكان بعيد خالص محد الشي قدر يروحه محد الشي قدر يدخله بنتواصل مع مسؤولين المستشفى زي بنشوف احتياجاتهم إيه ونروح نوديها بنحاول نبرز ده برضو إن إحنا نقول للشباب تعالوا جربوا إن إنتوا ادخلوا معنا المكان ده شوفونا إحنا بنعمل إيه تعالوا ساعدوا الناس في ناس بتقول لك أنا ما عنديش وقت أنا ممكن أنزل عد في كافية مع صحوبي أنا ممكن أنزل أخرج أنا إيه لي خليني أضيع وقت فده أضيع وقت دي طبعا يعني لا يعني هو إن كان الواحد بيعمل بيفيد فهو بيفيد نفسه فقط لغير بالضبط هو كمان فكرة إن أنت عندك إحساس أن أنت بتعمل خير إحساس العطاء اللي أنت بتعمله مكسب العلاقات كمان أنا لما يعني أولا ناس من سني فأنا عملت صداقات جديدة اتعلمت حاجات جديدة الحاجة التانية ناس أكبر مني لأن المؤسسة زي بيكون فيها شباب وأعمار تانية مختلفة فأنت ممكن تكسب أن أنت عملت علاقات مع ناس أكبر منك ناس من وظيف مختلفة لا واللي عايز أقوله أنت مش بتقدم الخير يعني للغير بالضبط أنت بتقدمه للغير بس هو في الحقيقة أنت بتقدمه لنفسك أولا يعني دي حقيقة العملت طوي حاجة جديدة جدا أنت بتعمل خير وبتحس الأحساس حلو وبتاخد حسنات كمان على ده بالضبط إلى جنب أن أنت بتعمل علاقات وبتوسع مدركك وبتشوف الحاجة أنت مش شايفة أنت ممكن تكون بسقفة عالية شوية فأنت مش شايف أن فيه ناس محتاجة يعني وجودك مهم انزل وتشارك كيف العمل التطوعي يقدر يبني مجتمع يقدر يبني المجتمع أن أنت مثلا بتساهم بتساهم مع الدولة أن الدولة بتعمل مثلا المشروعات وليها مشروعاتها ومؤسساتها أنت مثلا كمجتمع مدني أو كجمعيات أهلية أو كمثلا أحزاب المجتمع المدني بقى فيه شباب فالشباب بتنزل وبتشارك في المشروعات لو ما شاركتش مديا فأنت بتشارك معنوية أو بوجودك أو بأن أنت توعي أن حد ينزل التوعية بتاعتك اللي أنت بتعملها فبتساعد أن الناس دي تنزل وتبني المجتمع طب إيه العقبات أو التحديات اللي بتواجه الشباب المتطوعين عقبات بتواجه الشباب أنا مثلا كعضو في مؤسسة مجتمع مدني عندنا شباب وعندنا عمر أكبر مننا لما كنت رئيسة النادي الشباب فأنا مطلوب مني اللي هو لازم تجمعي شباب ويبقى معيك النادي مليان شباب كثير طيب من الحاجات اللي كنت بوجهها طيب هو أنا يعني عندي وقت أصلا أنا إني هنزل أعمل إيه فإحنا محتاجين إن إحنا يكون عندنا توعية أكتر بفكرة يعني إيه عملت طوعي ويعني إيه حب الخير إن إنت تعمله إن العقبة اللي كنت بوجهها أكتر حاجة إن أنا أقنع الشاب ده إن إنت لما تنزل وتعمل خير إنت بتستفيد في غيرك بيستفيد إن إنت ممكن تقدر تعمل علاقات كويسة وصداقات كويسة هتستفيد في شغلك هتستفيد في تغيير شخصيتك إنت لما بتعمل مع ناس مختلفة من محافظة تانية من مكان تاني من بيئة تانية من عمري تاني فإنت بتوسع مدركك بتوسع دائرة علاقاتك تستفيد في شغلك بس فذي من العقبات اللي أنا بقابلها شخصيا إن أنا مش عارفة في ناس كتير مش عارفة أقنعهم فكرة عمل العمل التطوعي أو يعني هو حلو في قد إيه إن إنت ممكن تنزل وتعمل حاجة حلوة إنت هتستفيد يعني الشباب دلوقتي شن الدنيا سريعة كل واحد عنده التزامات عايز يعملها عنده شغل وأهم حاجة فاللي هو مركز إن أنا هنزل عمل إيه يعني أنا هبقى دوري إيه لا إنت دورك مهم إنت دورك بتعمل خير إنت دورك بتستفيد بتوسع دارة علاقاتك طب لو حد من الشباب في بيسمعون دلوقتي بش عرف فرا يروح فين ولا يعمل إيه ولا يبدي منين ونعايز يعمل حاجة إيه أنواع الأعمال التطوعية اللي ممكن الواحد يدخل نفسه فيها أنواع الأعمال التطوعية إحنا ممكن نقول الأول مثلا إنت تروح لمؤسسة بيتقدم إيه مناسبة لك ولا لأ وقتك اللي ممكن تقدر إنت عندك أولويات في حياتك برضو عندك حياتك عندك شغلك عندك صحابك عندك أهلك فأنت شوف المؤسسة المناسبة لك بتقدم مشروعات المناسبة لأنت تقدر تقدم فيها حتى لو مش مديا مجرد نويا أنا معايش تنوش بس عمل عملت الضوار إنت ممكن تتبرع حتى بالملابس بتاعتك اللي إنت مش هتستخدمها داني بس تكون ملابس كويسة تقدر أن إنت تبعت لكل صحابك وقريبك يلا بينا نتبرع ونجمع أكبر عدد من الملابس ونزبطه كده ونخليه مناسب أن حد يقدر يلبسه مرة تانية من غير ما نحسس اللي قدامنا أن إحنا بنديره حاجة لأ نعمل له معرض ملابس ونعرض الملابس دي قدامه وتفضله واشتريه وممكن حاجة بخمسة جنيه عايز ممكن جاكت عندنا بألفين جنيه بياه بخمسة جنيه ما حسسناش لحد محتاج أنه هو مش معاه وفي نفس الوقت عملنا خير والبرعنة بالحاجة دي ممكن تنزل مثلا مع ناس بتبني مستشفى انزلوا بمجهودك وشارك روح معاهم انزل زور مثلا درق ايتام انزل زور مستشفى شوف لو حتى هتفرح أطفال بلولات بسكوتات على قد ما ما أنت تقدر أن أنت هتبقى توفر حاجة حتى لو بسيطة وجودك أصلا دعم معنوي كبير مثلا لمريد لمحتاج والدعوات دي بقى في حتة تانية خالص يعني دعوات اللي بتاخدها من حد محتاج بعد ما بتروح له زين ده بتتغير نفستك بتتغير خالص يعني طيب إزاي نواعي الشباب بأهمية العمل التطوعي ومسلا زي مثلا نعمل حملات نعمل إيه عشان نجذب الشباب للعمل التطوعي ده نجذب الشباب للعمل التطوعي ان احنا أولا بنبرز الإيجابيات يعني ان احنا عملنا مشروع خيري عملنا دعم حاجة في كل ده الحاجات زي ما بتزهرش لا تزهر سواء على السوشيال ميديا سواء على الإعلام لما حد يشوف غيره بيعمل حاجة فهيتشجع ويعملها يعني احنا مش بنتطلع نتكلم نقول احنا بنعمل وبنعمل وبنعمل بنشكر في نفسنا أو بنتكلم في عمل خير احنا عملناه لا احنا بنعمل ده وبننشره عشان نستعمل زينا في غيرك بيعمل خير اهو في غيرك بينزل عمل علاقات حلوة هو تعرف على ناس جديدة خلي بالك عمل العلاقات مش استفادة مادية أو ان انا استفيد في شغلي أو ان انا استفيد في ده لا تغيير الشخصية خالص انا لما اتعمل مع حد اكبر مني بعشرة بقشرين سنة حد اصغر مني فانا برضو متعلم منه بالضبط طيب بما ان الشباب هو عصر السوشيال ميديا دلوقتي بالنسبة للشباب ازاي بقدر استفيد من السوشيال ميديا وقدم عنا التطوعي من خلال السوشيال ميديا عمل تطوعي من خلال السوشيال ميديا عن طريق ان انا اقدم محتوى هادف عندنا مثلا دلوقتي البودكاست الفيديوهات اللي بتنزل اختار موضوعات مهمة اشوف المشاكل اللي بتحصل مثلا دلوقتي في الوقت الحالي وابدأ ان انا اطلع اتكلم فيها مع الشباب ممكن هبدأ الاول بفئة لحواليا صحابي قريبي معارفي فيه بقى انتشار الشير بقى لما بنقعد نبعت لبعض الفيديوهات ونتكلم فيها موضوعات كتير جدا نقدر نوعي بها الشباب عن طريق الفيديو المحتوىات اللي بيقدموها فيه ناس كتير على السوشيال ميديا بتقدم محتوى هادف وبنتعلم منهم على فكرة الناس بتتكلم في التنمية البشرية الناس بتتكلم بتوعينا بأمراض معينة نعمل ايه وحتى في المجال الطبي هتلاقي بنتابع دلوقتي ده كترة كتير سواء صغيرين او كبار نعمل ايه وما نعملش ايه لأ سوشيال ميديا غيرت كتير مننا في شخصيته في اهتمامه بصحيته في اهتمامه بالرياضة في اهتمامنا بالعلاقات حتى ان احنا ازاي نتعامل مع الناس او لو بنواجه الشخصية دي ازاي نعملها بطريقة دي طيب ايه المجالات اللي شايفة ان المجتمع دلوقتي محتاجها قوي ونقدر يعني نطور المجتمع عن طريق الشباب المجالات اللي المجتمع محتاجها دلوقتي انا شايفة ان اكتر حاجة المجتمع محتاجها بعيدا عن المجالات ان احنا يبقى نهتم اكتر بالمجالات الموجودة عندنا يعني احنا لو كنا نتكلم مثلا عن عن الاعلام مثلا باستفاة خصية لو كنا نتكلم عن دا ان اهتم بالمحتوى اللي بنقدمه احنا للأسف بنقابل ومساكنا كده لتلفزيون وقاعدنا نقلب نشوف برامج غريبة جدا مش كلها طبعا بس في حاجات بتقدم غريبة جدا بقى الاهتمام دلوقتي بالترند الناس ده بتطلع ترقص على التيك توك وتقدم تفاهات بقىنا من بروزها وبنقول لناس يلا تفرجوا دول بقى اللي بيجيبوا مشاهدات دول بيجيبوا فلوس دول اللي مش عارفة ايه فيه اطفال بتتفرج فيه اجيال طلعة مهتمة بالموضوع ده يلا انا عايز اعمل فيديو على التيك توك يلا ده بيكسب فلوس يلا ده مش عارفة ايه هو بعد كده مش هيهتم ان هو يتعلم اصلا انا اتعلم ليه واذاكر ليه وادخل جامعة ليه واتعب ليه واشتغل ليه طالما انا ممكن نكسب وانا قاعد في البيت وفتح اي اغنية وقاعد بارقص عليها طيب يعني العمل التطوعي سهل انه الواحد يلاقي مجال هو بيحبه ويشتغل فيه طيب بالنسبة لو مثلا انا معي فلوس اروح فين با اختار ازاي لو انا معي فلوس وعايز اعمل مشروع خيري مثلا مشروع خيري او عايز اتبرع او يعني احط فلوس في العمال التطوعي فيه ناس بتفكر كثير تقول اروح فين اعمل ايه عشان عايز يحس ان الفلوس بتروح في محلحة صح طبعا انا دلوقتي شخص معه فلوس وعايز يعمل عمل خير او يعمل مشروع او يساهم في عمل خير اول حاجة ان انت تشوف مكان مؤسسة او جامعية حاجة مضمونة حاجة مشاهرة في وزارة ضمن الاجتماعي حاجة ليها شغل على ارض الواقع يعني بمعنى انا اتاكد ازاي ان ليها شغل على الارض الواقع طبعا لا ما يفعلش اقول اسم حاجة معينة ولكن فيه مؤسسات كبيرة بتبقى اسمها معروف لو دخلنا عملنا سورش عليها بنلاقي سور وبنلاقي حاجات موثاقة بنلاقي ليها اصلا مثلا المستشفى الجنب ده كده في المستشفى او القسم ده معمول من مؤسسة كذا تطوير حاجة معينة عليها اللوجو بتاع الحاجة دي بتعمل حاجة فاذا المكان ده بيكون ليه اثر موجود سواء بنلاقيه يعني في المستشفى هتلاقي مثلا عامل قسم مثلا فيها اجهزة بتجاب للمستشفى زي مدارس بتبقى عمليها المؤسسة دي فانا اقدر اوصل لاي مؤسسة انا عايز احط فلوسي فيها عن طريق ان انا ابحث وشوف ليها شغل على ارض الواقع شفت شغل على ارض الواقع فعلا اذا المؤسسة دي احط فيها فلوسي وانا متطمن انا عارف يا راحة فين وكمان هتوفر لك ان انت سيجي بنفسك تشوف الحاجة وهي بتتعامل او هي بتتعطي سواء مثلا هتروح تودي ادوية او اجهزة طبية المستشفى تعال معينة واحنا بنودي الحاجة دي واحنا بنشتريها اصلا بتبني مثلا المدرسة تعال اشوف المدرسة لما تبنت بنودي مثلا شنط مدارس ولكل طالب الشنطة بتاعته والحاجات المدرسة بتاعته تعال معنا نروح اعتبرها رحلة وفي نفس الوقت تشوف طيب هل عمل تطوعي يعتبر عمل تطوعي لو الشاب او الشابة خدت اجر رمزي مقابل عمل تطوعي ده حتى لو كان بسيط قوي لو خدت اجر عمل تطوعي او لا هو العمل تطوعي اساسه ان هو ما فيهوش اجر بس لو حد مثلا في مؤسسة بيكون بالادارة او بالعمل ان هو يجيب شباب وده بيبقى نوع من التأذير مش ارؤولي الاجر اللي هو تأذير اللي هو مسلا شاب لسه بياخد مصروف مسلا بيروح الجامعة بيروح المدرسة فاللي هو انا تشجيعا ليك عشان تنزل تاني ممكن هادزي لك حاجة تأذيرية كحجرة رمزية مش هنا اعتبره اجر لكن عمل تطوعي ما فيهوش اجر اهمية الوعي بالاختلاف والرأي والرأي الاخر نقدر نطبقه ازاي في العمل التطوعية عن طريق التطوعية يعني ان انا اقول للناس ان احنا مش كلنا شبه بعض كلنا ثقافاتنا مختلفة كلنا تربيتنا مختلفة كلنا يعني هتلاقي وجه بحري غير وجه قبلية هتلاقي الطفل ذي الكبير هتلاقي المدرسة ذي غير المدرسة ذي جامعة ذي كلنا مختلفين عن بعض كلنا بيئتنا وتربيتنا مختلفة عن بعض فلازم اصلا التوعية دي كل الطفل من هو في المدرسة ان حبيبي ده صاحبك مش متربي زي انت متربي بالزوء ده لي تربية ده لي اسلوب ده لي دين وده لي دين تاني لازم اوعيني فيه حاجة اسمها اختلاف ده مش معناه ان احنا ضد بعض بس ان احنا وجهات نظرنا مثلا مختلفة معتقداتنا مختلفة فاحنا بنكمل بعض ان الاختلاف بالنسبة لنا دي حاجة حلوة نكمل بعض ممكن تقنعي بوجهة نظرك واقنعك بوجهة نظري بس ده مش معناه ان احنا نقذي في الاخر اللي خلاف ونتخانق مع بعض ونامي المشكلة فانا شايفة ان دي التوعية من اول الطفل بعد كده بنبدأ برضو نتكلم مع الناس ونقول لهم عن طريق التوعية بالمبادرات بالندوات عن طريق السوشيال ميديا في الاعلام ان لازم يكون عندنا اراء مختلفة مش طبيعي ان احنا كلنا كبشر نكتمع على رأي واحد يعني لازم يبقى فيه توعية باهمية الاختلاف في الرؤية طيب يعني ايه بقى كلمة اعلامي يعني ايه كلمة اعلامي هو الاعلامي عمتا اللي هو سواء يعني بيقدم برنامج او بيقدم محتوى او بيكتب مقال يعني هو بيبقى شخص بيوصل حاجة لباقي الناس عن طريق سواء بقى اعلام مقروء اعلام مسموع اعلام مكتوب الاعلامي هو بيزيق وسيلة حد بيوصل حاجة للمشاهدين بيوصل صوت الناس بالزبط عن طريق اللسان بالزبط بيكتب او بيقول سواء في الاذاعة في التلفزيون في الصحف طيب ازاي اقدر اقول ان الاعلامي ده ناجح يعني اين صفات اللي بتميز الاعلامي الناجح صفات بتميز الاعلامي الناجح اولا كشخصية يكون عنده كارزمة يكون عنده قبول يكون شخص بشوش الناس تفتح التلفزيون تجيب البرنامج بتاعه حبه تتفرج حبه شخصيته حلوة جذابة تاني حاجة يكون شخص مثقف على درايب بالايه اللي بيحصل في العالم حواليه يكون هيقدم برنامج النهاردة وهيقدم محتوى هو مذكره كويس جدا هو جاي بضيف متخصص فيه هو المحتوى الهدف اللي بيقدمه هيجزب المشاهد لي عشان يتفرج عليه هل انتي بتتكلمي عن الاعلام ودوره في العمل التطوعي اكيد الاعلام ودوره في العمل التطوعي ده والاعلاميين ودورهم في الاعمال التطوعي الاعلاميين في انا شايفة ان الاعلام في العمل التطوعي مهم جدا ليه مش علشان ابرز الجامعية المعينة ولا المؤسسة المعينة لأ علشان اشجع الناس انا النهاردة في مؤسسة معينة وبقدم اعمال خير بقدم مثلا توعية بقدم مبادرات بقدم دعم مادي أو دعم معناوي أيا كان شكله إيه فيه ناس كتير ما تعرفوش طب أنا عايز أشجع الناس عايزة نكون أكتر بدل مثلا ما إحنا في جامعية 5000 شخص عايزة نكون عشرة نكون عشرين نكون خمسين إزاي الناس هتتشجعي إزاي عن طريق الميديا يشوفوا الكلام ده في تلفزيون يشوفوا على السوشيال ميديا لازم بنوصق الحاجات دي عشان ننشرها ونساعد على زيادة من إحنا يكون معنا ناس تانية فالإعلام دوره مهم جدا لأ بيوصل ده للي مش عيرف يوصلوا للناس هو صوت الناس حتى لو في مشكلة أو في حاجة بتواجهنا لأ إحنا الإعلام بيتكلم عنها فنبدأ المسؤولين يغضوا بالهم ويبدأوا يساعدونا ويشوفوا محتاجين إيه طيب إزاي نقدر يعني نحبب أطفالنا من وهم صغيرين في الأعمال التطوعية بحيث أنه يتبقى في دمهم كده لما يكبروا يعملوها مهم جدا أن الطفل ده دور مين؟ هل ده دور الأهل أو دور المدرسة أو دور مين؟ دور الاثنين مهم جدا أن الطفل من هو صغير علشان نقدر أن نعوده على حاجة معينة أو يكبر عليها أن نحن من هو صغير في البيت نقول له بعد كده في المدرسة طبيعا المدرسة برضه تعلمه معنا في البيت اللي هو إيه ممكن وهو رايح مثلا المدرسة ممتوا بتزينه مثلا ساندويتشين خليهم ثلاثة تقول له مثلا أنت واحد مثلا لصحبك أو لحد مثلا من الغمال شغالين مثلا في المدرسة أو كده يعني تعلمه أن يكون مع الضبط بالضبط أو تتديره مثلا تقول له مثلا أنت معك اثنين مثلا جنيه خليه خمسين قرش مثلا أو جنيه معك أنت هتتدير كذا هتعمل كذا وهم ماشيين في الشارع ممكن طفل مع ممتو تدي له فلوس تقول له مثلا يديها لحد كذا أو بيشتري حاجة من السوبر ماركت تجيب بسكوتا مثلا زيادة عشان لو لقى طفل مثلا في الشارع يديها له يفرحوا تعالي نجيب بلالين ونروح نديها مثلا لأطفال في درقة يتم تفهموا ده يعني إيه أصلا بيعملوا إيه هيكبر هيبقى عارف أنا كنت بعمل كده وأنا صغير أنا عايز لما أكبر أعمل ده هيبقى طالع طفل عنده حب للخير وحب للعطاء والإسعاد الأخري طيب ده آخر سؤال طيب الطفل لما يتعود من صغر على التطول عمل تطوعي هل لما يكبر هيفضل مستمري فيه ولا هو ممكن يكتفي بأنه هو بس تطوعي وعنده إيثار فده تعامله الشخصي هل بقى هو يعني هيكتصر على ده ولا هيحب يشارك في المجتمع بقى ويبقى ليه دور في المجتمع طبيعي أن الطفل وهو صغير طالما يتعود على حجة وبقى عنده الإثار زي ما نسي بتقولي أنه خلاص هو كبر على ده فبقى الموضوع الأكيد هيزيد عنده كل ما بيكبر هو عايز من حاجات أكتر حاجات أكبر بقى معاه فلوس أكتر هيبقى عايز بقى يشارك بدل دعم مادي بس أو بحاجات بسيطة يبقى عايز شارك بحاجة أكبر فلا يبقى عنده فضول دايما إن هو يبقى أحسن بالضبط هو لما يكبر يبقى أحسن طالما الطفل يتعود يبقى موت يبقى مش أقولك متطوع من هو طفل يتعود يعمل خير أو يتعود يبسط غيره هيكبر على الحالة ذي يعني إحنا علمنا الطفل أن فيه حاجة اسعاد الأخرين حاجة اسمها خير فأنت كل ما بتكبر لأ أنت عايز تقدم أكتر هل المدارس المفروض تكتر من أشيات الأعمال التطوعية؟ تكتر أه وكمين تواعي أكتر لأن هو لما تلاقي مثلا في المدرسة عمين اللي هي الانتخابات بتاعة الفاصل دي وكده ويلا أقوم على إزدينة يلا أقوم حط اللوحيط على الحيطة يلا أقوم مش عارفة أي من مشاريع إيه كنا بنعملها في المدرسة وإحنا صوارين مش عارفة دلوقتي لسه الكلام دا وللأ بس هو بيشارك في المدرسة إن هو يبقى المدرسة نظيفة أو إن شكلها حلو أو بيعمل نشاط معين فهو برضو هنا بيتطوع لما ياخدوا لهو زيارة الملجأ أيتام زيارة دور مسنين زيارة المش عارفة إيه يلا ننزل مثلا نشوف الأطفال في المكان دا محتاجين إيه يلا نشوف دول لما نعلمهم في المدرسة على الأنشطة دي أو ناخدهم معنا يعملوا الحاجة بأيديهم هم هيكبروا عليها وهيعرفوا أهميتها وهيحسوا بالإحساس الحلو اللي منها فهما هيكبروا وعايزين يعملوا دعاله طول أنا الحقيقة الوقت خلاص خلص أنا بشكر حضراتكم جدا بشكر حضراتكم جدا بشكر حضراتكم جدا مشاهدينا إحنا انتهينا من حلقتنا النهاردة بكرا إن شاء الله حلقة جديدة وبينيامك شباب على الحوض